هذه اللقطات من غزة اليوم حيث يعني معارك شرسة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي شمالا في جباليا وجنوبا في شرقي رفح أيضا في عنف إسرائيلي كبير هذه ليست عملية محدودة في رفح كما قالت إسرائيل هذه عملية أوسع كثيرا من محدودة ومنذ قليل كانت هناك تصريحات مهمة لباني جامتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية حذر فيها ونتنياهو بأنه إذا لم يأتي بخطة واضحة للحرب في غزة بحلول يوم 8 يونيو فقد ينسحب حزبه من حكومة الحرب هل سيؤثر ذلك على نتنياهو